ما الذي قدمه للتحالف؟ التحالف لم يأتمن على مدفع فقيل ولا على دبابة ولا على قاعدة صاروخية ولا على طائرة وليس لدينا شيء جنود الجيش الوطني اليمني يقاتلون بالأسلحة الخفيفة وبالعيارة المتوسط بعد أن فاض الكيلو ونفض الصبر قالها الرئيس السابق لدائرة توجيه المعنوي بالجيش بصريح العبارة وبما يختصر المشهد العسكري المتعثرة منذ خمس سنوات نحن مرتهلون وليس لدينا إمكانيات نقاتل بها بما يساوي معنوياتنا وقدراتنا ووطنيتنا في كل الجبهات التحالف لا يريدنا أن ننتصر تصريح كلف اللواء خصروف منصبه العسكري وأحاله للتحقيق بقرار من رئيس البلاد قال ما لم يستطع أحد من القيادات السياسية والعسكرية قوله أو ما لا يريدنا قوله إن كان هناك فارق بين الحالتين فالتحالف لا يدعم الجيش دعم من يريده أن ينتصر بل دعم ليبقى الوضع على حاله من الفوضاء لا نصر ولا هزيم لأحد خمس سنوات لم تستطع المملكة السعودية وحلفاؤها هزيمة ميليشيا الحوثي هل لأن الحوثيين أقوى من التحالف أم أن التحالف لا يريد لها الهزيمة لم تعد الإجابة عن هذا السؤال محيرة فتحالف يريد استعادة الشرعية حقاً لا يمكنه أن يدعم ميليشيا أخرى في الجنوب وتحالف يريد استعادة الشرعية فعلاً لا يمكن أن يستهدف إيادات الجيش وأفراده كما أن تحالف يريد استعادة الشرعية لن يدعم ميليشيات متطرفة وأخرى ذات نزعات انفصالية على حساب الجيش الرسمي التابع للحكومة الشرعية التي يقول إنه يحارب لأجل عودتها للسلطة لكن التحالف فعل كل ذلك وأصبحت أهدافه المضادة لمشروع الدولة اليمنية واضحة للقريب والبعيد لتبقى أنظار اليمنيين معلقة على المؤسسة الوحيدة التي يفترض أن لديها القدرة على الخروج باليمنيين من هذه الحالة السيئة وهي الجيش الوطني إلا أن مؤسسة الجيش تعاني من خلل بنيوي منذ تأسيسها قبل خمس سنوات كانت هذه السنوات كافية لبناء جيش احترافي حقيقي لكن من يقال لهم الحلفاء لم يريد ذلك المسؤولية التي تلقى على عاتق التحالف لا تعني إعفاء الرئيس هادي ونائبه علي محسن وقادت الشرعية من مسؤوليتهم تجاه تخريب وإفساد هذه المؤسسة التي كان يعول عليها من أجل تحرير البلاد ومسؤوليتهم في إدارة المعركة ككل كوجوه رضخت للأجندات الخارجية ضدا على مصالح شعبهم وتماهت معها على حساب الجمهورية وتطلعات اليمنيين ترجمة نانسي قنقر